الأعلى منذ عام 1972 هكذا بدأت الصحافة الأوروبية ووسائل الإعلام بتداول الخبر الاقتصادي المذهل لمبيعات النفط العراقي برقم تاريخي لم يحدث على مدار الخمسين عاماً الأخيرة قرابة 11 مليار دولار سجلتها وزارة النفط سيما بعد تسجيل سعر كبير للخام نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا وفق الوزارة فإن مجموعة كمية الصادرات لشهر أذار في العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في مجموعة أوبيك من النفط الخام بلغ 100 مليون و563 ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعين برميلاً بإرادات بلغت 11 مليار دولار بمعدل كميات يومية بلغ 3 مليون و244 ألف برميل يومياً بمعدل سعر 110 دولارات وتسعة سنتات للبرميل الواحد يعتمد العراق على 90% من إراداته النفطية في بلد يعاني أهله الجوع والفقر والحاجة يتسال الشرع العراقي اليوم عن مصير الأموال النفطية فيما إذا ستسد رمق الحاجة وتلبي مطالب العراقيين في تحسين وتنمية البلاد تساؤل يطرح أمام واقع يخيم عليه الفساد والترهل الإداري وغياب نية حقيقية عند مسؤولين كثر من النهوض بواقع بلاد الرافدين